موسيقى العربي اليوم من التلفزيون العربي من لندن وفيه العسعن المدني في السودان يدخل يومه الثاني وسلطات الأمنية ترحل قيادات من الحركة الشعبية إلى جوبا وزير الخارجية الألمانية يقول من طهران برلين ولندن وباريس ستمسك بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي مقتل ستة مدنيين في قصف النطام السوري وروسيا مناطق خفض التصعيد والأمم المتحدة تحثر من موجة لاجئين جديدة تقدر بنحو مليوني شخص في حال استمر الهجوم على إدلب اغلاقوا باب الترشح لخلافة تريزا مي والخروج من الاتحاد الأوروبي على رأس أولويات المترشحين أهلا بكم قال نائب رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان من جوبا أنه تم إبعاده رغم إرادته من السودان مع قياديين اثنين آخرين من الحركة وكان المجلس العسكري قد احتجز عرمان وقياديين آخرين بعد اجتماعهم برئيس الوزراء الإثوبي أبي أحمد في الخرطوم ميدانيا استمر إغلاقه كثير من المتاجر والشركات والمؤسسات في الخرطوم لليوم الثاني من حملة إضراب وعسيان مدني دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير وعطل الإضراب أيضا خدمات النقل والرحلات في مطار الخرطوم الخرطوم كما لو كانت خالية من أهلها هي قوة العسيان المدني الشامل الذي أعلنته قوى الشعب السوداني ضد ممارسات المجلس العسكري الانتقالي القمعية بحق المعتصمين المواطنون السودانيون يدعمون بشدة مطالب قوى إعلان الحرية والتغيير وباقي القوى في الاصطفاف معها في العسيان المدني العام إذ انضم ملايين السودانيين اليوم إلى هذا التحرك السلمي الذي يقابله المجلس العسكري بقوة السلاح مأساة تلو مأساة في هذا المشهد قوات الأمن تعترض جنازة أحد الذين سقطوا برصاصها ثم تطلق النار على أهل القتيل والمشاركين في جنازته ممارسات استخدام قوى الأمن للقوى رصدها ناشطون في أماكن أخرى شملت ملاحقة رجال الأمن لأشخاص وعمليات دهم للمنازل فيما سمع إطلاق نار أثناء تلك الاقتحامات أحد أجنحة قوى التغيير كشف عن خطة لأدامة العصيان المدني الشامل تتمثل باستمرار العصيان وعدم التفاوض حتى يسلم المجلس العسكري السلطة إلى القوى المدنية المجلس العسكري أبعد ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال وقياديين آخرين إلى جنوب السودان كما كان المجلس العسكري اتهم قوى التغيير بالتسبب في الفوضى والتخريب قرر المجلس العسكري تعزيز الوجود الأمن للغوات المسلحة وغوات الدعم السريع والغوات النظامية الأخرى لعادة الحياة إلى طبيعتها ويبدو أن عضاء المجلس العسكري قد أخذوا جرعة دعم من دول زارها رئيس المجلس ونائبه كالسعودية والإمارات ومصر حيث بدت بصماتها واضحة على مجرايات الأحداث الساخنة على الساحة السودانية وللمزيد تنضم إلينا من الغرطوم مرسلتنا سالي عثمان سالي بالمجمل ما هي أبرز الملامح التي طبعت اليوم الثاني من العسيان المدني وكيف يمكن وصف التعاطي الأمني في الميدان لجهة انتشار قوة الأمن وقوة الدعم السريع وممارستها نعم مساء الخير نادين بالفعل اليوم الثاني للعصيان المدني جاء أيضا بنسبة عالية وكبيرة جدا من الاستجابة من قبل المواطنين السودانيين حيث خلت الشوارع تقريبا إلا من بعض المرة والمرتدي السيارات الخاصة المواصلات العامة فيها حالة نقص حادة كبيرة جدا فبتالي لا توجد بصورة واضحة في الشوارع العامة حتى المحالة التجارية اقتصرت المحالة التي تفتح أبوابها على المحالة التي تقدم الخدمات إلى المواطنين من الخبز والبقالات ومحالات الخضروات والفواكه لكن من الملاحظة جدا إغلاق كل المحالات التجارية الكبرى والصغرى حتى أيضا المؤسسات الحكومية انقسمت بنسبة كبيرة جدا انحازت للعصيان المدني حيث تقريبا كل المؤسسات الحكومية كل الحضور فيها كانوا هم المدراء مدراء الأقسام تقريبا أما الموظفين فهم مضربين على العمل منذ يوم البارحة وحتى اليوم أيضا الأسواق الكبرى كسوق أمدرمان مثلا وهو من الأسواق الشعبية الكبيرة في العاصمة الخرطوم اليوم كان أيضا مستجيب لهذه الحالة من العصيان المدني ولهذا التصعيد الثوري بصفة عامة أيضا التحركات السياسية والبيانات السياسية التي تتلى منذ أمس وحتى الآن بأنه اجتمع لجنة الدفاع في المجلس العسكري وأيضا اليوم قيادة الشرطة وأيضا قيادة الدعم السريع في التأكيد على أنه لا انشقاق ولا انقسام بين القوات النظامية المختلفة ولا خلافات واضحة ولا خلافات حتى خفية موجودة بين هذه القوات النظامية لكن التواجد الأمني في الشارع بصورة كثيفة موجود خبر إبعاد أيضا قيادات المؤتمر الشعبي عفوا الحركة الشعبية قطاع الشمال أثار أيضا موجة من الغضب حيال طريقة التعامل مع هذه القيادات شكرا لك سالي عثمان قطاع الشمال ياسر عرمان وقياديين آخرين وتم ترحيلهم جميعا إلى جوبا وكان عرمان قد اعتقل بعد وصوله إلى الخرطوم في السادس والعشرين من أيار مايو للمشاركة في المفاوضات التي كانت تجريها قوة الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالية وينضم إلينا من جوبا عاصمة دولة جنوب السودان ياسر عرمان وهو نائب رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال أهلا وسهلا بك سيد عرمان تم إطلاق سراحك هل تؤكد لنا أيضا أنه تم إطلاق سراح كل من خميش جلاب ومبارك أردول هل تؤكد لنا أيضا أنه تم إطلاق سراح كل من خميش جلاب ومبارك أردول طيب لماذا تجوبا بالتحديد برأيك لماذا أبعدتم إلى جوبا والله هذا أمر جعوبه المجلس العسكري إبعادنا تم دون مشاورتنا بل مع رفضنا الكامل لهذا الإبعاد والأمر الآخر الذي خطف عننا ما تم وخطف عننا لأنها أعلم إبعادنا هو إننا دائما وأنا قمت دائما ما قمنا به من العمل العام نعتبر جنوب السودان وشمال السودان وهما شعب واحد في دولتين وعملنا دائما لعلاقة استراتيجية بين جنوب الشمال ويدنا حفاء وطرحيف من رئيس جنوب السودان ومن حكومة الشعب جنوب السودان وجنوب السودان احتلنا دائما نفس المكان في خلبي وعقبي باستمرار وعذا ما خطف ألم نفهنا من السودان طيب قبل أن يتم استبعادكم إلى جوبا هل تضحت لكم أسباب الاعتقال وهل خضعتم للتحقيق لم نخضع للتحقيق ولكن أنا التقيت بعديد من ضباط الأمن والاستخبارات الذين كانوا في حوار دائما معي ووضعت لهم بوضوح وشهة نظري في الوضع السياسي الحالي وإننا دائما سنغف مع شعبنا هما كان هناك جزء من جهات نافذ تتخوّق الوجود مع قوة الحرية والتغيير وقدرة الحركة الشعبية على الوصول إلى التفاهمات بين قوة الحرية والتغيير ونحن كنا نقول لهم أن الأمر الاستراتيجي هو أن يتعاملوا مع قوة سياسية موحدة هذا مهم لمستخدر السلام ولمستخدر التفاهمات سيد جاسر تتحدث عن ضباط ربما تبدلت الحديث معهم من هم هؤلاء الضباط؟ والله أنا لأجباب كثيرة لا أريد لأنهم كثير منهم تحدثوا معي ليس باستفاهم الرسمية أو بأنه طلب منهم رسميا كثير منهم وهم غلقون على مستقبل السلام وغلقون على الوضع السياسي الحالي وأن الوضع السياسي الحالي السودان يموت بمنعطب طرق وأنا أقدر اللغاشات التي أعجروها معي وأنا أحب أن أقول عبر هذه المغابلة أنني تعرضت في البداية لإنعابل صحيح تحتاج إلى هؤلاء الغمارات العسكرية لمدة 10 ساعة ثم بعد ذلك في مغرج هذا الأمن الذي يسمى الفندق أو العمارة التحامل معي الضباط جميعهم بشكل جيد ولكن أنا أشارك الكثير من السودانين حول جدة هذا الوضع وموظيفنا دائما سيكون مع السودان طيب يعني أنت نعم سيد ياسر أنت تتبنى هذا الموقف ولكن مع الاستبعاد إلى جوبا هل ظروف يعني الاستبعاد ربما أرفقت ببعض الأملاءات والتهديدات المعينة لا أحد يستطيع أن يعديدنا الصح هناك رسائل أرسلت لنا عديدة ونحن قياسنا كلها لن تكون خالية من المصائب ولا نتغبل التحديدات ما يحزننا هو غتل عشرات الشباب الشهداء في ميدان الاعتصام ونصد الاعتصام بالغوة وهو جريمة وكذلك ما يحزننا هو إبعادنا لكن إبعادنا من يجعلنا غاضبين سنتعامل مع هذا الوضع برؤية وحكمة وسنغف مع غوة الحرية والتغيير يعني كيف تحدد لنا الاتجاه الحكمة ما التي تقتضيه يعني في المرحلة الراهنة هل ستطالبون بالضغط للعودة إلى السودان ما هي الخيارات أمامكم أنا الخيارات تمامنا طبعا سنزع للعودة إلى بلادنا وكل ما أردنا من غوة لكن الحكمة هي أن يغام نظام جديد النظام الجديد والدكتاتورية والشمولية والشمولية وغر السودانيين ليست في الطريق الطريق هو بلا تولة مواطنة بلا تميز الطريق هو الحريات الطريق هو أن يشارك السودانيين جميعا في بناء الوطن الجديد الوطن الجديد لا مستقبل له لا بد من بناء وطن جديد غايم على المواطن لكل السودانيين شكرا جزيلا لك نائب رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان إذن متحدثا إلينا من جوبا تجمع العشرات من السودانيين أمام السفارة السعودية بباريس منددين بما اسموه تدخل الرياضي وأبو ظبي ونظام السيسي في شؤون بلادهم الداخلية ورفع المتظاهرون يافيطات مستهجنة للدعم التي يطلقاه المجلس العسكري في السودان من هذه الدول الثلاثة جينا اليوم هنا عشان نحتج على تدخل التدخل السعودي في السودان رسالتي للمملكة السعودية توقف أي داخل للمجلس الانتقالي أو الانقلابي اليوم أطينا هنا في أمام سفارة السعودية في الباريس فالسوريا يتدقل في شؤون سودانية يقوم بالتسليل الميليشيات الجنجويد والجامعات الإرهابية والسعودية هي السبب المباشر في التدقل في شؤوننا ونحن قادرين دولتنا على شؤوننا ونحن نهي المشاكلنا بالذات ولا يتدقل علينا سوديين لا مصريين لا أماراتيين هم السبب في كل الدول في البلاد العربية هم العزمة الأساسية الآن نحن نعانو من التراحلات الخارجية من القتل والاقتصاب في جميع العالمات سودانية ولذلك إننا نداما ما شعبنا حثر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من أن المواجهة بين واشنطن وتهران قد تؤدي إلى تصعيد عسكري وأكد ماس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جوال ظريف أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا متمسكة بالحفاظ على التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني ومن جانب آخر قال ظريف إن خفض التوتر ممكن فقط من خلال وقف الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة على حد تعبيره وأضاف ظريف أيضا أنه لا يمكن أن يتوقع الذين يشنون حروبا كهذه أن يبقوا في أمان رسائل طمأنة متبادلة بين إيران وأوروبا القلق الأوروبي حيال الاتفاق النووي ومآلات التوتر الإيراني الأمريكي حملها وزير الخارجية الألماني إلى طهران سباق مع ستين يوما تشارف بعد أقل من شهر على الانتهاء رفع مستوى تخصيب إيران لليورانيوم مرحلة لا ترغب أوروبا بها على البعدين السياسي والاستراتيجي للاتفاق النووي ركز الزائر الألماني في وقت أقر فيه بصعوبة تحقيق الوعود الاقتصادية التي قطعت لإيران موقفنا هو الحفاظ على الاتفاق النووي لكن لا يمكن أن نصنع معجزة لتحقيق ذلك نحاول أن نواصل التبادل التجاري ونسعى لأن تتمكن الشركات الأوروبية من العمل مع إيران نحن مستعدون لمواصلة أو إيقاف الخطوات التي بدأناها في إطار تعليق بعض بنود الاتفاق النووي وثقا لمدى التزام شركائنا فيه بتنفيذ تعهداتهم عمليا على الطاولة حضرت ملفات الإقليم أيضا اليمن، سوريا، إسرائيل النفوذ الإيراني في المنطقة وحده برنامج إيران الصاروخي الذي لا يفتأ الغرب يعبر عن قلقه منه لم يناقش على الأقل فيما أعلن من المباحثات المصالح الإيرانية الأوروبية المشتركة تغاط على توتر طهران واشنطن الذي لم يخفي الوزير الألماني قلقه من احتمال تحوله إلى توتر عسكري إيران قالت مرارا إنها لم تترك طاوية المفاوضات لكنها تؤكد أنها لم تتفاوض تحت الضغط هذه اللقاءات تبدو ثنائية أكثر من كونها وسطات هو أسبوع حراك دبلوماسي تجاه طهران بدأ مع وزير الخارجية الألماني وسينتهي بمشاركة الرئيس الإيراني في قمتي سيكا في تاجكستان وشانجهاي في قرقيزيا مرورا باستقباله رئيس الوزراء الياباني الساعي لنجاح وساطته بين طهران وواشنطن إنقاذ الاتفاق النووي من انهيار محتمل خطوة أوروبية ترمي فيما ترمي إليه إلى تهدئة التوتر الإيراني الأمريكي ربما أمر يبدو رهنا بآليات أوروبية عملية محددة ومرونة إيرانية مأمولة لم تكشف عنها اللقاءات الإيرانية الألمانية هنا حازم كلاس العربي طهران وفي رد على تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف الأخيرة اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي ضريف بالكذب وأضف نتنياهو أن إيران تسعى لتعزيز قوتها العسكرية في سوريا مستشهدا بأرقام لوكالة الطاقة الثرية تفيد بأن معدلات تخصيب اليورانيوم ازدادت ضريف يكذب مجددا إيران هي التي تهدد علنا كل يوم بتدمير دولة إسرائيل وتواصل ترسيخ نفوذها العسكري في سوريا واليوم ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الثرية أن إيران تسرع وطيرة برنامجها النووي وأكرر إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية تهدد وجودنا وتعرض العالم كله للخطر ومن جانب آخر قال يوكيا آمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الثرية إن إيران نفذت تهديدها المتعلق بزيادة معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصف وأعرب أيضا آمانو في مؤتمر صحفي عن قلقه من زيادة التوتر المتعلق بالاتفاق النووي أملا بإيجاد طرق تخفف حدة هذا التوتر وحدد الاتفاق النووي الإيراني الموقع من قبل قوى عالمية حدا أقصى لكمية اليورانيوم منخفض التخصيب الذي يسمح لإيران بإنتاجه وأضف آمانو إنه من غير الواضح متى قد تصل إيران إلى هذا الحد بسبب التثبث في معدلات الإنتاج وينضم إلينا من طهران مرسلنا هناك حازم كلاس حازم يعني يوم مزدحم بالتصريحات والتصريحات المضادة أجمل لنا المشهد السياسي في طهران مع بدء هذا اليوم يمكن القول أن أسبوعا من حافلا بدأ في إيران أسبوع بدأ بزيارة لوزير الخارجية الألماني وسيتواصل مع زيارة لرئيس الوزراء الياباني الذي يؤكد أنه يحمل وساطة بين واشنطن وطهران ويستمر مع كما ذكرت في تقريري بزيارة لروحاني إلى تجكستان وقرقيزيا للمشاركة في قمة شانجهاي إيران تريد من كل هذا الحراك سواء الذي تقوم به هي أو النقاش الدبلوماسي الذي تحتضن هنا وتستضيف عدد من زوارها أن تقول أنها ماضية في القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بتخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي وتؤكد على قانونية هذه الخطوات نحن على مسافة أقل من شهر ليكون هناك خطوة ثانية بعد أن رفعت إيران القيود عن مخزونها من الماء الثقيل واليورانوم المخصب بنسبة منخفضة 3.67% بعد أقل من شهر الخطوة الثانية ستكون رفع مستوى التخصيب إلى مستويات أعلى وأيضا إعادة العمل بمنشأة أراك كل هذا الإصرار الإيراني على القيام بهذه الخطوات هو بعث برسائل في أكثر من اتجاه بالدرجة الأولى هي رسائل باتجاه أوروبا من أجل دفع أوروبا باتجاه تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي وما يتعلق بالشق الاقتصادي على وجه التحديد الوزير الألماني اليوم حاول أن يركز على الأهمية السياسية والاستراتيجية والأمنية للاتفاق النووي وقال أن هناك صعوبات لم يخفي ذلك في تنفيذ الوعود الأوروبية لإيران في الشق الاقتصادي إيران تنتظر خطوات عملية كما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقباله الوزير الألماني في المجمل إيران أيضا تريد أن تبعث برسالة إلى واشنطن أن الضغوط لن تؤثر عليها لن تجلبها إلى طاولة المصوضات على مقاس ترامب وتريد من أوروبا أن تقف في وجه واشنطن أيضا والضغوط الأمريكية تجاه إيران حاسم كلاس مراسلنا من طهران شكرا جزيلا وللقاء مزيد من الضوء على هذا الملف ينضم إلينا من برلين زاهي علاوي الكاتب السياسي أهلا بك سيد علاوي يعني اليوم والبارحة سمعنا تصريحات شبه متضاربة من القادة الإيرانيين البعض يرحب بالخطوة الأوروبية والبعض يتهجم على الموقف الأوروبي لماذا هذا التخبط في الموقف السياسي؟ طبعا حتى إيران تحاول إثبات أن هناك أصوات معارضة حتى للاتفاق النووي وأصوات معارضة لهذه الخطوات خاصة وأن الأوروبيين غير قادرين على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بما في ذلك ما عرف بإنستيكس وهو آليات دعم وتوفير الأموال أو تحويل الأموال إلى إيران بطرق غير مباشرة خاصة مقابل النفط وبالتالي هذه المشاكل طبعا تلعب دور كبير في السياسة الإيرانية هي محاولة الضغط على الأوروبيين محاولة توجيه رسالة للأوروبيين لممارسة ضغوطهم المباشرة على الولايات المتحدة ومحاولة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015 وبالتالي هذا التضارب له أيضا دور في المناورة السياسية الإيرانية لمحاولة الضغط أيضا على الاتحاد الأوروبي للالتزام بهذا الاتفاق والضغط أو تنفيذ ما جاء في بلد هذا الاتفاق البعض يرى أن الاتحاد الأوروبي غير قادر على انتشال طهران من هذا المأزق ولا يستطيع أيضا التغريد خارج السرب الأمريكي على الرغم من الخلافات المعلنة وأيضا طهران لا يمكنها تحمل كلفة الخروج من الاتفاق النووي لأي درجة يمكن لهذه الصورة أن تكون أقل تعقيدا إن صح التعبير لا أعتقد أن الصورة أقل تعقيدا الأوروبيون يعلمون تماما أنهم غير قادرين على إجبار أمريكا لتخفيف العقوبات أو إجبارها على الالتزام بأجزاء من هذا الاتفاق وبالتالي الأوروبيون متخوفون جدا حتى على مستوى السفير الأمريكي في برلين هدد الشركات التي ستتعامل مع إيران وهدد الشركات طبعا هذه الشركات الألمانية بعدم دخولها للسوق الأمريكي وبالتالي هناك تهديد اقتصادي إضافة إلى التهديد السياسي الولايات المتحدة تلعب على وطر الاقتصاد وهي قادرة على الضغط في هذا المجال وبالتالي تستخدم هذه الورقة ومن هنا يحاول الأوروبيون قدر الإمكان إنقاذ ما يمكن إنقاذه رغم أنهم على يقين أنهم غير قادرين على تجاوز العقبة الأمريكية وهذا ما صرح به أيضا وزير الخارجي الألماني سواء قبل ذهابه إلى طهران أو حتى من خلال جولته الشرق أوسطية في الدول العربية وقبل ذلك عندما قال نحن لا يمكن أن نتوقع الكثير من هذه الزيارة ولكنها محاولات هي محاولات خاصة وأن ألمانيا أعلنت صراحة أنها ترفض خروج طهران التدريجي من الاتفاق وبالتالي هي محاولات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على الرغم أن هذه المهمة تكاد تكون شبه مستحيلة خاصة وأن طهران منحتهم فقط حتى السابع من يوليو مهلة لتنفيذ أو للتخفيف من العقوبات الاقتصادية على بلادها زاهي علاوي الكاتب السياسي كنت معنا من برلين ونتابع بعد الفصل مقتل ستة مدنيين في قصف من النظام السوري وحليفته روسيا طال مناطق خفض التصعيد والأمم المتحدة تحذر من موجة لاجئين جديدة تقدر بنحو مليوني شخص في حال استمر الهجوم على إدلب أهلا بكم من جديد لقيا ستة مدنيين حدفهم وأصيب عشرات آخرون نتيجة غارات جوية لكوات النظام السوري على محافظة إدلب واستهدفت غارات سورية بلدة معرشورين وقرية كفربطيخ جنوبية إدلب موت لا ينتهي ومجازر متواصلة تطول قوائم أسمائها حتى صارت عصية على عدها أو إحصائها رعب يخيم على حياة المدنيين وكوابيس الطائرات والبراميل المتفجرة تحاصرهم صباح مساء فالكل مهدد بالموت وإن لم يحدث ذلك فسيفقد أعزاء ومقربين صاروخين فراغيات بما أدى لإصابة أكثر من سبع مدنيين بينهم خمسة أطفال لحد الآن وضعهم ما منعرف ممكن أن يكونوا شهداء ولحد الآن البحث تحت الأنقاض جارة دمار كبير في المباني والمكان لك هلأ قد جاء الحرب السوق هو وسوق الصواريخ تناثرت هنا وهناك ولا مكان آمنا بعد اليوم فحمم الطائرات تحرق كل شيء ضحايا وجرح مدنيون تتزايد أعدادهم وليس هناك من حصيلة نهائية يمكن التوقف بعدها فالقصف لا ينقطع وغارة مكثفة تؤديها طائرات النظام الحربية والمروحية إضافة إلى الطائرات الروسية طائرات تغير بلا توقف على مدينة خانشيخون وبلدات الدمانعة ومعرشورين وقرى جبل الزاوية وكافة قرى ريفيحما الشمالي والشمالي الغربي تنهي حياة العشرات وتتسبب بإعاقة آخرين وتدمر منازل المدنيين وتدفع من بقي للنزوح بعيدا عن تلك المناطق التي لم يبقى فيها إلا رائحة الموت تستمر مجازر النظام في ريف إدلب مع استمرار هزائمه في ريف حما فقوات النظام لم تستطع أن تجابها قوات المعارضة فتثأر من المدنيين صغيرهم قبل كبيرهم خالد إدلبي العربي من قرية معرشورين في ريف إدلب حزرت الأمم المتحدة من أن ما يصل إلى مليوني لاجئ ربما يفرون إلى تركيا إذا توصل القتال في شمال غربي سوريا وأعرب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في الأزمة السورية بانوس موميسيس عن خشيته من ارتفاع إعداد النازحين وتدفقهم إلى الحدود التركية في الوقت الذي انخفضت فيه أموال المساعدات على نحو خطير ويواصل النظام السوري هجوما عسكريا في أرياف حما وأدلب بيدا من روسي إذ أدى الهجوم إلى نزوح الآلاف حتى الآن ينضم إلينا من إسطنبول سيد إسلام أسكان وهو الكاتب والبحث التركي أعلى نصالا بك رئيس التركي رجب طيب أردوكان كان أكد أن بلاده غير قادرة على استيعاب موجة جديدة من اللاجئين السوريين ولكن اليوم موقف أنقرة عند الحديث عن هذا الرقم الضخم من الأشخاص الذين قد يضطرون إلى العبور إلى تركيا مليوني لاجئ مفترضين نعم يعني تركيا منذ بداية المسار أستانا واللقاءات في سوتي تحاول من أجل إيجاد حل مشكلة اللاجئين ومن أجل حلولة دون قتل المدنيين هذه كانت من أهداف تركيا ولكن على ما يبدو أن تركيا في نهاية المطاف يعني فيما يتعلق بالنقطة النهائية في سوريا هي إدلب لا تمتلك استراتيجيات كبيرة جدا فيما يتعلق بإيجاد حلول سوى الحلول الدبلوماسية وتصريحات من أجل استنكار هذه المجازر أو هذه القتلة لذلك التركيز التركي أو الحكومة التركية على موضوع على تصريحات فيما يتعلق بالضغوط على روسيا يعني هل هذه المرحلة هل هذا الكلام يعني أن تركيا تتخلى عن جميع الأوراق الحربية أو إمكانية التدخل العسكري حتى في حال تمت السيطرة بشكل تدريجي ولكن أكيد على إدلب من قبل النظام وروسيا يعني نحن نعرف منذ سنتين أو أكثر من ثلاث سنوات تركيا تحاول حاليا مع روسيا وإيران من أجل إيجاد حلول سياسية والسلمية فيما يتعلق بهذا الموضوع وحاولت تركيا بادرت بشأن الحل العسكري من أجل القضاء على هيئة التحرير الشام التي تركيا أدرجتها على لايحة الإرهاب وبشكل علني تركيا أكدت أكثر من مرة أنها سوف تحاول للقضاء على هذه المنظمة واعتبرتها أكثر من مرة أنها منظمة إرهابية لذلك تركيا حاليا وبعدين بعد كل هذه اللقاءات والاتفاقيات تركيا أعلنت أكثر من مرة أنها تقوم بتزويد بعض الجماعات المسلحة داخل الجيش التحرير السوري أو الوطني السوري من أجل قتال هيئة التحرير الشام ولكن هذا بدون جدفع معلسة في الشديد وهيئة التحرير الشام فرضت سيطرتها على مدينة إدلب بشكل كامل وتم إقصاء وإبعاد هذه الجماعات المسلحة من مدينة إدلب لذلك لم يبقى حاليا سوى الحل السلمي والسياسي وصلت هذه الفكرة وأشكر جزيلا الكاتب والبحث التركي إسلام أسكان من إسطنبول وأعتثر على المقاطعة لديك لوكت بدأ السباق لخلافة رئيس الوزراء البريطانية اليوم بتقديم نحو عشرة سياسين محافظين لأوراق ترشحهم لتولي رئاسة حزبهم ويواجه حزب المحافظين ضغوطا صعبة ترتبط بعدم قدرة مي على تنفيذ البريكسيت بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء على إرث بريكسيت يتنافسون باب الترشحات أقفل اليوم وسباق المرشحين إلى الباب رقم عشر انطلق نحو عشرة سياسيين محافظين يترشحون لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا مي على رأسهم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الأوفر حظا بحسب مراقبين يدخل جونسون الصراع لرئاسة الحكومة باستراتيجية شبه مماثلة لشبيه ترامب يتواعد بعدم دفع فاتورة بريكسيت في حالة عدم موافقة الاتحاد الأوروبي على شروط أفضل للانسحاب ويقترح توديع الاتحاد في 31 أكتوبر سواء أبرم الاتفاق أم لا أسماء أخرى تتصدر المشهد دومينيك راب وزير ملف بريكسيت السابق أحدهم استقال راب من منصبه بعد خلاف معمي فهو من داعم الخروج من دون اتفاق مع استمرار المفاوضات أنا المرشح الذي يمكن الوثق به لتنفيذ بريكسيت وتوحيد حزبنا خلف رؤية متفائلة تلعم بلدنا وتستحق شعبنا العظيم وزير الخارجية الحالي جيرمي هانت اسم بالخط العريض أيضا على جدول الترشيح يرى هانت أن غياب الاتفاق أفضل من غياب بريكسيت لكنه يعتبر أيضا أن السعي إلى الخروج دون اتفاق سيكون انتحارا سياسيا قلت دائما أنني مستعد للمغادرة دون اتفاق إذا خيرت بين عدم الاتفاق وعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي لكنني سأقوم بذلك بأسى بسبب المخاطر التي تعرضت له الشركات ولن أفعل ذلك إذا كان هناك أمل من أن يحظى الاتفاق بدعم من البرلمان وضمن المرشحين أيضا وزير البيئة مايكل غوف أحد مؤيدي بريكسيت في حكومة ماي والذي يتوقع أن يتبع خطاها في حال فوزه بالإضافة إلى أسماء أخرى لها مواقف عديدة واستراتيجية مختلفة للخروج من الاتحاد الأوروبي ملف بريكسيت الورقة الأولى والأهم لكل مرشح محافظ يحاول اليوم أن يخلف ماي غير أن الأخيرة لم تترك لخلفها حملا خفيفا فقد يواجه رئيس الوزراء الجديد العقبات نفسها مع الغالبية الضائلة في البرلمان وتعنت الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى وجود معارضين لبريكسيت يرفضون التنازل وعليه لن تكون رحلة بريكسيت بقائدها الجديد سهلة حتى لو قتل أخير على إقاع مغاير النماء وينضم إلينا مرسلنا في لندن هشام ميهوبي هشام منذ دقائق تقريبا فقط أغلق باب الترشح لخلافة تريزا مي كيف يبدو المشهد في ويست مينستر والقائمة للخلافة قد أعلنت؟ نعم زاهر هم عشرة مرشحين تم الحسم في أسمائهم للترشح في سباق خلافة رئيسة الوزراء المستقلة منذ أسبوع تريزا مي هؤلاء العشرة تتوزع أسمائهم بين وزراء سابقين ووزراء حاليين في الحكومة الحالية حكومة المحافظين نتحدث هنا عن أبرز الأسماء عن جيرمي هانت عن بوريس جونسون عن أيضا مايكل غوف وزير البيئة وأسماء أخرى أيضا ترشحت لهذا السباق لكن زاهر الأسماء التي تحمل ثقلا كبيرا في هذا السباق تتمثل في شخصيتين ألا وهما بوريس جونسون وزير الخارجية السابق ووزير الخارجية الحالي جيرمي هانت هتان شخصيتان الآن تمثلان ربما الأكثر شخصيات نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسلنا هشام ميهوبي وسط لندن شكرا جزيلا لك هشام وللقاء مزيد من الضوء على هذا المنف ينضم إليه في الستوديو جونسون ليس الخبير في الشؤون البريطانية أهلا بك سيد جونسون بالتأكيد ألقيت نظرة سريعة على القائمة التي نشرت من حوالي 35 دقيقة لآخر المترشحين كيف تقرأ هذه القائمة؟ هذه القائمة مهمة للغاية للسياسة البريطانية لا يوجد أحد في هذه القائمة في الحقيقة يمثل خيار أفضل من تاريزا ميك من يكون رئيس مزراء لايق المرشح الأول في هذه القائمة يجب أن يتحل بالبراجماتية إذا البريكزيت وليس لديه أي فرصة للاستمرار لأن حزبه غير مهتم بالبراجماتية هل تعتقد أن بريطانيا بقائمة المرشحين هذه أي أن كان من سيصل لكن المراقبين يقولون بأن بريطانيا تتجه من أو حزب المحافظين الحاكم أيضا يتجه من يمين الوسط ليصبح أكثر يمينية لأي درجة هذه النظرة صحيحة؟ نعم وجد نظر هذه صحيحة بمعنى أن العناصر أقصى اليمين فيها الحزب في صعود حسب ما نلاحظ حينما ننظر إلى البريكزيت فسوف نلاحظ أن هناك كتلة كبيرة تؤيد الخروج بدون اتفاق على الرغم من وجود آخرين مترددين في هذا الخيار كذلك الغالبية ترجح وتؤيد خيار الخروج بدون اتفاق أيضا هناك محافظون متشددون من قبيل جونسون يعدون بالخروج بدون اتفاق وهذا قد لا نعم أود أن أسألك أيضا عن أحد المرشحين ساجد جافيد وزير الداخلية هو من أصول مسلمة وأثبت حضورا كبيرا على الساحة السياسية البريطانية خلال المرحلة القادمة هل تعتقد أن لديه حظوظ بالوصول إلى رئاسة الوزراء نظرا لتصاعد حدة اليمين في أوروبا وفي بريطانيا على وجه الخصوص من الواضح أن هذه نقطة مهمة أن يكون لدينا رئيس وزراء من خلفية مسلمة في موقع مرموكة هذا لكن حزب المحافظين من غير المرجح أن يختاره ليس بسبب خلفيته الإسلامية ولكن لأنه لا ليس لديه القابلية السياسية والشخصية ليفوز بتأييد حزب المحافظين وهو ليس مرشح طوي بالنسبة إليهم أود أن أسألك أيضا عن ملف المهاجرين بالإضافة لملف البريكزيت وملف الضرائب ملف المهاجرين حاضر بقوة لسينما على طاولة بوريس جونسون ملئ الدنيا وشاغل الناس كما يعلم الجميع أي درجة سينعكس وصول بوريس جونسون لسدة الحكم على وضع المهاجرين الذين يشكلون عددا كبيرا من السكان في بريطانيا هذا سؤال جيد للغاية المشكلة مع بوريس جونسون هي هي اعتقاده الرئيسي إيمانه بنفسه وسوف بوصوله إلى الوزارة يعتقد أن هناك من سيتعامه في الضغط على المهاجرين واتباع السياسات أكثر صرامة إزاء الهجرة ونحن نعلم تعليقاته الأخيرة بإزاء النساء المسلمات إذا وجد أن هناك من يدفعه ليكون أكثر لبرالية فسوف يتغير شكرا جزيلا لك جونسون ليس الخبير في الشؤون البريطانية على هذه الإطارة شكرا إذن العرب اليوم مستمر وفيه بعد الفاصل مقتلوا نحو مائة شخص في مالي والسبب اجتباك بين رعاة وصيادين من عرقيتين مختلفتين ألغت جامعات جزائرية امتحانات فصلية كانت مقررة اليوم بسبب إضراب مفاجئ نظمه عمال شركة النقل الجامعي التابعة لرجل الأعمال محيدين تحقوت التي تم إداهه السجن بسبب قضايا فصل وينفي العمال أي علاقة لإضرابهم باحتجاز تحقوت مؤكدين أنهم دخلوا في الإضراب بسبب مطالبهم الاجتماعية وخصوصا زيادة أجورهم لكن تزامن الإضراب مع احتجاز صاحب الشركة يشكك في ذلك رجل أعمال آخر يحل نزيلا بسجن الحراش أسوأ سجون الجزائر وأخطرها بات الأغلى في العالم إلى هنا سيق إسعد ربراب أثرى رجل في البلاد استثماراته بمليارات الدولارات وإلى هنا أيضا جورجر علي حداد ذراع مالية لسعيد بوتفليقة أو هكذا يصف يقبض الرجل على مشاريع بنية تحتية ضخمة وزنه جبال ذهب منذ الأيام الأولى لاستقالة بوتفليقة بات محتجزا مع منحرفين ومجرمين بقضية الإخوة كونيناف كونيناف عائلة جزائرية سويسرية ثرية استثماراتها ضخمة فنادقها فاخرة وثلاثة من أبنائها الأثرياء باتوا هنا ينامون في سجن يدخله معدومون وبؤساء قائمة طويلة وآخر الملتحقين محيد دين تحكوت رجل أعمال ثري بنى ثروة طائلة منذ تسعينات القرن الماضي استثمر في الإعلام والنقل الجامعي وصناعة السيارات ويده في السياسة ليست قصيرة سجنه من قبل قاضي التحقيق بتهم فساد أبسد امتحانات الجامعة سائقوا الحافلات بمجمعه أضربوا عن العمل والطلبة لم يلتحقوا بامتحاناتهم هي السياسة في الجزائر على بساطتها معقدة مفخخة وهناك من بات يتهم نظام بوتفليقة وشقيقه الذي حكم من وراء السطار لغم النظام السياسي في البلاد هزم أحزابا وأضعف أخرى تحالف مع رجال أعمال بعضهم خرج من العدم همش مؤسسات الرقابة والمحاسبة من برلمان وقضى قضى على خصومه بتحالف غير مقدس بين كارتل المال وفساد السياسة حتى أصبح الفساد آلية من آلية إدارة الحكم في البلاد يكرم الموالون بالمال والسفقات ويحرم المناوئون اليوم تحتار الجزائر احتجاجاتها تملأ الشوارع ولم يتحقق كثير حتى العسكر أقوى مؤسسة في البلاد تجاوزتها المهال الدستورية وتجاوزها الشارع أيضا فلا هي استجابت لمطالبه كاملة ولا الشارع فهما مبتغاها ولبى دعوة قائد الجيش إلى حوار ينح عليه أيضا رئيس مؤقت يضعه المحتجون على قائمة الراحلين قال إيمانويل دوبوي رئيس فريق الاطلاع الأوروبية الذي يؤدي زيارة إلى العاصمة الليبية ترابلوس أن تقريرا سيتضمن ملاحظات الفريق واستنتاجاته سينشر في وقت لاحق مؤكدا على أن الفريق لا يتبع أو لا يتبع أي جهة ولا يدعم أي طرف في المواجهة كما أضاف أن زيارة فريق ما كانت لتحدث لو كانت العاصمة الليبية تشكل موطئ قدم لأي تهديد إرهابي جاءوا بأنفسهم ليسمعوا ويروا حقيقة المشهد في ترابلوس فريق أوروبي يضم مسؤولين سابقين ونشطاء وصحفيين جاء يستطلع واقع الميدان قضوا في ترابلوس يوما وبعض يوم دون أن يفسحوا عما عينوه ما استنتجوه أردنا من خلال تنظيم هذه المهمة معينة تأثير العمليات العسكرية التي انطلقت في الرابع من نيسان إبريل على تخوم طرابلوس أردنا كذلك الحديث عن المستقبل ومعرفة الطرق الممكنة لإعادة التفاوض وسبل المصالح التي يتمنىها الليبيون لا يتحدث رئيس الفريق عما تم رصده ومعينته يفضل إرجاء ذلك لتقرير الانشار لاحقا مع ذلك يؤكد على خلوب ترابلوس من الإرهاب ويتحفظ على ما دون ذلك من أسئلة فريق الاطلاع الأوروبي جاء إلى ترابلوس متحفظا في إبداء أي موقف هنا يلتقى الجميع تقريبا الحكومة والأحزاب والمجتمع المدني والضحايا كذلك وغادر مستعجلا ومتحفظا تماما مثل ما جاء حراك الداخلي في ليبيا يوازي حراك في الخارج نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد ميتيك يقول عقب زيارته إلى واشنطن أنه عاد بلسالة دعم من الولايات المتحدة لحكومة الوفاق في الجانب الآخر تتردد أنباء عن زيارة نجلي حفتر الصديق حفتر إلى واشنطن بهدف حرمان حكومة الوفاق من عائدة النفط زيارة منتازة في هذا الوقت حيث أن هذه الفترة أتت بتمارها لدى حكومة الوفاق الوطني في الشق السياسي بالضغط على البيت الأبيض يضغط على الدول العربية داعم المجرم الحرب خليفة حفتر مثل إمارات ومصر بعدم دعم هذا الشخص على الأرض تتمسك قوة حفتر بالدعائها تدمير طائرة تركية بدون طيار كانت رابطة في مطار مهتيقة تشي الصور أن الجسم المدمرة لم يكن كذلك تتمسك قوة حفتر برواتها تلك بينما لا تتوقف هجمات الكر والفر بينها وبين قوات حكومة الوفاق آخرها كانت في محور الرملة قرب مطار ترابلوس لا تغير الهجمات والهجمات المضادة في موازين القيوة بين الطرفين شيئا مواجهة يقول مراقبون بأنها لا تعد أن تكون حركات تسخنية لصدام وشيك وشديد خليل إكلاعي العربي صوت مجلس الأمن الدولي لصالح تجديد التفويض الممنوح لتفتيش السفن المتوجهة إلى ليبيا بهدف منع وصول السلاح للأطراف المتحاربة وأكد المجلس على ضرورة تقييد جميع الأعضاء بحظر توريد السلاح لليبيا والتزام جميع الأطراف الليبيا بوقف فوري للقتال والعودة للحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة وكان مجلس الأمن قد أصدر القرار رقم 2420 عام 2018 الذي يقضي بتمديد منع توريد الأسلحة إلى ليبيا لمدة 12 شهرا تشهد مدينة طنجة شمالية المغرب احتجاجات على خلفية إزالة حديقة تاريخية من أجل تحويلها لمرأب وفعاليات المجتمع المدني تصدت لجرفات الهدم في محاولة لمنع القضاء على أحد معالم المدينة في هذه الوقفة خرج هؤلاء الناشطون دفاعا عما يعتبرونه متنفسا طبيعيا لمدينتهم وموروثا تاريخيا نادرا إنها حضائق المندوبية بطنجة التي تحركت فيها أخيرا حملة شبابية بشعاري لنوقف إعدام حضائق طنجة شي ورقة رسمية ولا شي تصريح رسمي من عن شي مسؤول دائما كين فيه واللحطة عادة من اللي كيقولوا هنا شفاويا كيقولوا النبي أن رسو ماجيك هتعمل باركي هنا ولكن ما كيرفضوا أنه يدلون بشي وطائق اللي كتبديكش باش نقدروا نرفع دعوا قضائيا هذا المكان ذو الحضوة لدى السكان غيرت أجزاء واسعة من معالمه محرك عدة جهات وهيئات مدنية وحقوقية وحزبية من أجل درء هذا الخطر الذي يتهدد فضاء بيئيا وتاريخيا يرجع إلى عام ستة وأربعين تمانمائة وألف بما له من خصائص فريدة جرافات الإعدام لم تستثني حتى المقبرة التي انتهكت حرمتها ونبشت قبر المسلمين فيها وبؤثرت عظامهم خارجها في حين أن مقبرة الألمان المجاورة مثلا لم يصبها أذن وهي في أحسن حال رغم مرور عقود طوال على وجودها هنا ما جعل المواطنين ينددون بهذا الواقع المزري لتراثه الإجهاز على الإرث التاريخي والبيئي لحدائق المندوبية بطنجة أخرج الساكنة للاحتجاج وفي ظل استمرار الصمت الرسمي للجهات المعنية يواصل المواطنون حراستهم للمكان ياسر دركولي العربي طنجة أقصى شمالي المغرب أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرد تخفيض مهامها غير القتالية في العراق وصحب قوتها من هناك تدريجي وكانت ويلنغتون قد نشرت جنودا في مهمة تدريب في عام 2015 لتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية ووفقا لرئيسة الوزراء فإن حجم القوة النيوزيلندية سيتم تخفيضها تدريجيا إلى حزيران يونيو العام المقبل موعد الانسحاب الكامل سلمت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا 12 طفلا يتيما من عائلات أفراد في تنظيم الدولة الإسلامية إلى فرنسا كما سلمت اثنين آخرين إلى هولندا وقال مسؤول كردين عملية التسليم تمت إلى وفد من وزارة الخارجية الفرنسية في بلدة عيسى شمالي سوريا بناء على طلب من السلطات الفرنسية ويشكل المواطنون الأجانب من جهاديين وأفراد عائلات عبءا على الأكراد وأحد أبرز التحديات التي يواجهها الإقليم منذ إعلان القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية أدى نجيرفان البرزاني اليمين الدستوري رئيسا لإقليم كردستان بعد انتخابه من قبل برلمان إقليم شمال العراق وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب رئيس الإقليم داخل قبة البرلمان إذ كان الأكراد ينتخبون رئيسهم عبر اقتراع مباشرة وحضر المراسم رئيس العراقي برهم صالح ورئيس مشلس النواب محمد الحلبوسي فضلا عن سياسيين ورجال دين عراقي أقسم بالله العظيم أن أحافظ على حقوق ومصالح ومكتسابات شعب إقليم كردستان ووحدته وأنفذ واجبات الوظيفية بصورة صحيحة وفعالة والله الموفق قتل نحو مئة شخص في مالي في أحدث مذبحة تزعزع الاستقرار وسط البلاد ولم تعلن أي وجهة ما سليتها عن الوجوم الذي وقع في قرية تابعة لقبيلة الدوغون العرقية وتأتي مذبحة الأخيرة بعد مذبحة أكبر في قرية تابعة لقبيلة الفولانية في مارس أذار الماضي واتهمت بها قبيلة الدوغون ويمتهن أبناء قبيلة الدوغون الصيد بينما تعمل قبيلة الفولانية في مجال الرعي لكن انتقال إسلاميين متطرفين نحو الجنوب من معاقلهم في الشمال الجاف زاد من حدة العنف قال المستشار الأمني لرئيس الأفغاني حمد الله مهيب إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد فشل في المحادثات مع حركة طالبان وأشار إلى أن الحركة لا تملك المال الكافي للسفر إلى دولة أخرى من أجل إجراء محادثات السلام من جانبه أشار زاد إلى أنه من المتوقع أن يلتقي بمسؤولي طالبان في قطر خلال الأيام المقبلة وأكد أهمية التقاء الباكستانيين لحل الأزمة الأفغانية من جذورها ونختم العربي اليوم بفيديو من منصتنا على مواقع التواصل الإجتماعي أنا العربي وفيديو اليوم حول حملة في اليابان ضد معايير اللباس الخاصة بالنساء في أماكن العمل موسيقى 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 لماذا حلقها ولا نهاية المنظر؟ ل أنه المنظر لك فوق المنظر يوجد جيدا لكن وستمع الجميع التهاب كما كانت محل القانون من الجميع الخاص بكثير من الهتمام من الحلوية على رمضي قطع بكثير من الداخل تشكار للإشتراك بعد شباب roles موسيقى وبهذا ننهي العرب اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة والآن ننتقل إلى برنامج للخبر بقية مع زميلة